أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أن ما تشهده مملكة البحرين من انفتاح ومشاركة سياسية ومعارسات ديمقراطية متقدمة هو ترجمة للإرادة الملكية السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وأشارت الفاضل إلى الدور المتنامي للشباب في التصدي لمناقشة وبحث مختلف القضايا والمواضيع ذات العلاقة بالتنمية المستدامة جاء ذلك خلال افتتاحها جلسة المحكاة البرلمانية ضمن برنامج الشاب البرلماني 2023 وأشارت الفاضل إلى المراحل المتقدمة التي بلغتها الممارسات الديمقراطية في مملكة البحرين من خلال التكامل والتنسيق والعمل المشترك المستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية ممثلة في الحكومة الموقرة بقيادة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى جانب تمكين المجتمع المدني ومؤسسته من القيام بمسؤولياتها ووجباتها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة لتقدم وازدهار المملكة طبعا خلال هذه الدورة تعلمنا الكثير والكثير من الخبرات والمهارات التي تؤهلنا لإدارة مثل هذه النوع من الحوارات وتحديدا في هذه المحاكاة المحاكاة هذه كان فيها تصور واقعي حقيقي لما يدور تحت قبة البرلمان وهذا ما يجعلني إنسان سعيد جدا اليوم لأني قاعدة أتشوف نموذج ولو كان محاكاة ولكن نموذج حقيقي لما يدور في تلك الجلسات والله استفادنا من جلسة المحاكاة أننا عرفنا أو شفنا منظور النائب وكيف يرى الرئيس وكيف يرى التشريعات والمداخلات والتقارير ومن خلالها يعني إذا بننتقد النائب في المستقبل أو بنمدها بنعرف هو شون شاف الشيء وشلون وصل للاستنتاج اللي هو وصل له